مع بدء سريان وقف النار في ماريوبل وإن كان بشكل مؤقت تستعد فرق الإنقاذ لمساعدة المدنيين العالقين هناك على المغادرة عبر ممرات آمنة القوات الروسية ملتزمة بوقف إطلاق النار من ماريوبل إلى مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا لخروج المدنيين الحكومة الأوكرانية أعلنت جهوزية فرقها لإجلاء سكان ماريوبل وإيصالهم إلى أماكن آمنة بالتعاون مع المنظمات الدولية 45 حافلة في طريقها إلى ماريوبل انطلقت منها 17 حافلة بعد موافقة روسيا على فتح ممر إنساني من جانبها اعتبرت الرئاسة الفرنسية مهلة وقف إطلاق النار في ماريوبل غير كافية لإتمام عمليات الإجلاء أما النازحون من ماريوبل فقد تحدثوا عن ظروف صعبة عاشوها في مدينتهم التي تعرضت إلى دمار كبير لم نتوقع مثل هذا الهجوم لقد كان بمثابة الجحيم ربما لا أستطيع وصفه كل شيء كان يتطاير في الهواء آخرون عبروا عن مخاوف لازمتهم طوال عمليات القصف والتفجيرات واجهنا قصفا مكثفا وانفجارات بينها ألغام زرعها الروس في شوارعنا عانينا فقدان الماء والكهرباء والغاز مع تدني درجات الحرارة عند الصفر مئوية ووفق السلطات فإن القصف على المدينة جعل من ماريوبل ساحلية على بحر أزوف مدينة أطلال كما قتل فيها نحو خمسة آلاف شخص بينهم مئتان وعشرة أطفال فيما بلغت نسبة الدمار في المدينة أكثر من ثمانين في المائة وهو ما تنفيه روسيا وأجبر أكثر من مئتي ألف شخص على ترك منازلهم بحثا عن ملاذ آمن بينما ينتظر نحو مئة وسبعين ألف شخص مغادرة ماريوبل بشكل آمن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وموثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنوا الاستعداد لتسهيل إجلاء المدنيين بشكل آمن من ماريوبل اعتبارا من الجمعة شرط موافقة روسيا وأوكرانيا وتوفر الضمانات اللازمة